أنهى فريق النادي القنيطري معسكره التدريبية المغلق بمهدية استعدادا لمقابلة ضد فريق الاتحاد البيضوي الحائز على كأس العرش والمحتل الرتب الحادي عشرة في صبورة الترتي سوف تجرى المقابلة يوم الثلاثة المقبل إن شاء الله بملعب الصخور السوداء بالدار البيضاء على الساعة الخامسة بعد الزوال فريق النادي القنيطري أجرى والحمد لله المسح الطبي الأخير التي جاءت نتائجها سيلبيا الفريق يحتل الرتب الحادي عشرة في صبورة الترتيب بعيدا بتلات نقط فقط على الرتب الخامسة عشرة والمؤدية إلى قسم الهوات فدعوتنا بالتوفيق لعناصر فريق النادي القنيطري تحت قيادة المدرب الجديد السيد فؤاد الصحابي